ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله تبارك وتعالى إلى عموم الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا خير من صام وصلى صلوات ربي وسلامه عليه مع عشر المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الحمد لله على نعمة التوحيد وكفى بها من نعمة الحمد لله الحمد لله على نعمة الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها من نعمة فتقو الله عباد الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى خالقنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إخواني في الله ذكرنا في الخطبة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن أباس الذي أخذه إمام الترمذي في سننه فأخذنا جملة واحدة على وهي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك واليوم نأخذ هذه الجملة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معاشر المؤمنين فإذا أراد العبد أن يسأل شيئا أو أن يطلب شيئا فلا يسأل أحدا إلا الله وإذا أراد أن يستعين أيضا بشيء فلا يستعين بشيء إلا أن يستعين بالله أز وجل لكن إذا كان العبد يسأل العبد أو إذا كان العبد يسأل العبد شيئا وهو لا يملك أطاء وهو لا يستطيع أن يعطيه شيء فهذا يصل أيضا إلى حد الكفر يعني يسأله شيء وهو لا يقدر على ذلك مثلا أن يسأله رزق وهو لا يقدر على ذلك أو أن يسأله مال وهو لا يقدر على ذلك أو أن يسأله منصب وهو لا يقدر على ذلك فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قال الله تبارك وتعالى وَلَا تَدُعْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار عَذَلَ اللَّهُ أَجَارَنَا مِنْ ذَلِكَ لكن إذا كان العبد يسأل العبد شيئاً وهو يملك أطاعة وهو يستطيع أن يعطيه مثلاً أن تقول له أعطيني نقوداً أو أعطيني قلمك أو أعطيني كتابك وهو يقدر على ذلك فلا مانع أن يعطيه مع أسوى المؤمنين فالسؤال العبد لله عز وجل يدل على إظهار الذل والمسكنة والفقر والاحتياج والحاجة إلى الله عز وجل وبعد ذلك أيضاً يدل على اعتراف المسؤول على رفع الضر وجلب النفع ودفع المكروه وهذا أيضاً مصداقاً لقال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسبعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قال طاوس بن كيسان لأطاء بن أبي رباح وجعل دونها حجابة وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة هو الله عز وجل ما أسأل المؤمنين فالدعو إبادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من كرمه وإحسانه وجوده ومنه كما قال واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرته البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ينزل الله تبارك وتعالى أو ينزل الله ربنا إلى سماع الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم ينزل تبارك وتعالى إلى سماع الدنيا في كل ليلة حين ينضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأوطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إخواني في الله فضل الله تبارك وتعالى على إحسانه فضل الله تبارك وتعالى على عباده واسئ جدا وعميم كما قال الله تبارك وتعالى فأدعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إخواني في الله يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كان بقي بن مخلت أو بقي بن مخلت وأحد التابعين كان عابدا قانتا خاشعا لله عز وجل أتتكم امرأة يوم من الأيام فقالت يا بقي إن الأعداء أصر ابني يعني إن الأعداء أصر ابني في أندلس وليس لي من معين بعد الله عز وجل إلا ابني هذا فأسألك يا يا بقي أن تدعو الله عز وجل ويفك أصر ابني قالت ذلك في قلب خاشع قانت موقن لله عز وجل عندما قالت ثم وقف بقي فذهب وتوضى عندما بعد عندما شع بالوضوء وانتهى بالوضوء ثم جاء وصلي عندما قام يسلي فدع الله عز وجل أن يفك أصر ابنها ففك الله أصر ابنها ثم جاء ابنها يمشي فقالت له ماذا حدث فقالت له حدث في يوم كذا وفي وقت كذا وفي ساءة كذا ثم عرفت أن تلك الساعة هي ساعة التي دعا بقي أن يفك الله عز وجل أصر ابنها إخواني في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليد لي ولكم السائل المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إخواني في الله من أكار أرغو دياء جاء الله تبارك وتعالى ميكوة ميكومي دينونا من ونرانا كمونا اللوكة أو أن مسلاتنا وميتارن البركة بعد أن كومي با سيلا قباتد خطبات الجمعة إذن با أمانتا با أتخي وانتا ساتي من كانت حديثا عن نبو محمد صلى الله عليه وسلم حديثا عبد الله بن عباس وإذا سألت فأسأل الله فأستأنت فأستعن بالله إذن ذا كيروكو ذا كروكا أباكو وانأبو توقروكي الله تبارك وتعالى إذن ذا كنما أغجي ذا كنمتيا مكو تو كنم أغجي كنمتيا مكو أولم الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر